لرفع تجاعيد الوجه نهائي تتخلصين من جميع مشاكل الترهولات ترجاعيد حول العين حول التوم بين الحاجبين جربي كريم كليل الجبل كريم كليل الجبل أول عرض على قناتي رهيب بالاستعمال مواده كل السهلة وكليل الجبل الخيص وموجود بكل بيت عملنا التونر هذا التونر ينفع البشرة اللي فيها الحبوب ينفع للبشرة اللي فيها كلف وهذا كمان ينفع بنفس الوقت هذا الكريم رائع جدا جدا بوصفات ومواد موجودة بكل بيت رح يقضي لك عن أغلب مشاكل التجاعيد بشكل فوري وسريع وما رح يستغرق منك فقط أي بطريقة سهلة وبسيطة وموجودة بكل بيت إذا حبيتي تشوفين الزيت إحنا حنسوي الكريم إذا حبيتي تجربين الزيت تبعى الزيت رائع جدا 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 بطريقة مضمونة 100% يعني وحدة بوحدة مفعول قوي 100% تابعي هذا الفيديو بالجزء الأول نزل رح تلقين الرابط في صندوق الوصف أما الكريم في الله معنا نعمل الكريم لكليل الجبل أنتوا يمكن أول مرة تسمعون أنه كليل الجبل للبشرة لا اللي تسمع أول مرة كليل الجبل رهيب جدا للحبوب للكلب للنمش للتصبغات لشيخوخة الجلد للشد المسامات الواسعة للبشرة الدهنية للبشرة الجاتة للشعر إلى طرق رهيبة جدا جدا أعملنا أعملنا كمان خل من كليل الجبل هذا خل الورد خل كليل الجبل رح تلقون كمان الرابط طبعتها في صندوق الوصف طرق أعملنا بالشكل هذا الأسبوع شغلات أعملناها رهيبة جدا جدا الدول اللي مطلوب من عددكم حوايبي إنكم ترفعون الفيديوهات وتعملوننا لايك وتعملون اشتراك وتفعلون الجرس هذا مطلبي من عددكم لا أكثر ولا أقل يلا حبايدين نتوكل على الله ونبلش نعمل الكريم الكريم طريقتك كلش سهلة رح تأخذين كليل الجبل ويا ريت كليل الجبل الأخضر ليش أنا طالبة الأخضر لأنه لسه العصير ماتة فيه بحالك ما كان موجود فممكن تستعملين الناشف شرحت كيف تميزين كليل الجبل إذا كان ما فقدر المواد تبعته أو لا حشرح لكيها على السرير كليل الجبل إذا نشفتيه وبقى لونه أخضر بعده محافظ على العناصر تبعته بعده على المواد اللي فيه أما إذا نشفتيه أو اشتريتيه منبره ولونه ترابي لونه بلون الخشب رميه بالزبال أو لسه وين فيه أي شي روحي على الفيديوهات اللي قبلي كانت من كليل الجبل وشارحة كيف كما تعرفين راح تاخذين قليل من كليل الجبل الأخضر راح أضيفين علي حبيبتي ملعقتين كبار من الماء الورد أي ماء ورد عندك وإذا احتاجت ماء ورد راح أضيف راح أروح أخلطي وأرجع لكم وزي ما أنتو شايفين لازموا أنت تخلطين لأن ترجعين هيك تنزلي وأنا هسا بهاي الأثناء طلعوا هايو الكليل الجبل بعدما ما خلوط كويس لأنه بيحتاج ماء ضفنا قديش إحنا ضفنا ملعقتين من حبيب الماء الورد ممكن نضيف كمان ملعقة عشان إنه نزيد شوية عشان ينخلط معانا كويس سين لأنه أول ملعقتين شربها حبايبي شو هسا راح أضيف معانا راح أضيفين نص هيك يعني هلقد هاي خلاوا هاي من الخيار ليش الخيار عشان نبارد على البشرة هيك حب هلقد هاي وضيفين معا ورح ناخذ كل هسا وراح نخلط ونعمل أحلى كريب لأجمل وجه على قناتي الحبايب اللي معي وراح أخلط وكمان راح أرجع لكم وهذا هو حبايبي رائحة جميلة جدا فيها رائحة أكليل الجبل رائحة أكليل الجبل فضيعة بهذه الوسطة يعني شي رائحة رائحة طيب أكيد حبايبي لازم ينحفظ بالثلاجة بعد ما نسوي هذا الكريم نحفظ بالثلاجة المدة حبايبي 10 أيام أنا راح أخذ مني مقدار تقريبا ملعقتين أكل من الخلاصة تبعات أكليل الجبل والخيار والماء الورد شو راح نضيف هس حبايب زيت اللوز الحلو أو حبيبتي أي زيت عندك أنا راح أضيف زيت اللوز الحلو كتير حلو وأنا راح أضيف زيت الزعتر ملعقة وسط من زيت الزعتر البري إذا كان عندك زيت الزعتر البري سويت معاكم راح أضيف كمان حبايبي زيت الكيوي وزيت الكيوي أنا سويت كمان على قناتي إذا كانت حابرة معايا بالشتوية هاي الزيوت أنا كلها عاملت ها طيب قدتوا معكم هاي الزيوت ممكن حبيبتي اللوز زيت جوز الهند زيت الزيت الزيتون أي زيت بشرتك تحب ورح نخلوق كثير كويس عشان هاي المواد الزيوت تتناسب راح أضيف إذا عندك كابسولة فيتامين إي أنا عندي الفيتامين إي بس ما راح أضيف لأن الزيوت اللي ضيف فيها فيها فيتامين إي فيتامين إي كثير حلول للبشرة حبيبتي بالذات اللي للشيخوخة الجلد طيب راح نضيف هس حبيبي كمان الجل الألوفيرا راح نضيف الجل الألوفيرا عينك نيزانك حضيف أول شي ملعقة كبيرة وراح أخلط وراح نشوف كيف راح يكون معي بعد الخلط ممكن أحتاج أو لا راح يكون قوامي كريمي على يعني شون نقول سيروم على كريم هيك تقريبا اكتفيت راح أخلط كثير كويس وراح أقول لكم بالمتبقي وين تروحون في اللي صفنا وظل في طلعوا هذا حبيبي هو الكريم هذا حتى ترى لعدها حبوب تقدر تستعمل كثير حلو على فكرة هاي الطريقة سأعلم أو أرجيكم إياها حبايبي راح نحط بعلبة ونحتفظ في بالثلاجة ضروري بالثلاجة ويستعمل بأي وقت ممكن بالليل 12 في للصبح بس تكون ضروري جدا إنه حبايبي شون تقول ما تتعرضون على الشمس هذا هو الكريم اللي عملنا طيب بالنسبة حبايبي للمتبقي هذا المتبقي ممكن تصفي ورح أصفي وأرجع لك عشان طول الفيديو هون هبايبي أنا عشان طول الفيديو صفيت زين المتبقي اللي كنت مخالقت أنا محضت كل الماي صفيت وحطيت هون ممكن تضيف لي هون كبسول فيتامين إي إذا حبيتي هذا التونر ممكن تستعملي على البشرة ما رح يطول عدك إلا مدة ثلاث أربع أيام ممكن تسوي قوالب ثلث صغيرة طيب هذا التونر ينحفوظ بالثلاجة ويستعمل على البشرة كل يوم بيشيل تجاعد والخطوط اللي بالوجه وطرائع جدا جدا أما الكريم حبيبي فطريقة رائعة وسهلة تاخذين بضع قطرات هيك من عنده وتبلشين تحطي على البشرة تبعتك و سي بي تشرب البشرة تماما ممكن تنامين فيه من الليل للصور هذا هو الفيديو اليوم تبعتنا أتمنى أنه ينال رضا جميع وأتمنى منعدكم حبيبي وأنكم تدعموني باللايك والشير والاشتراك ودائما تفعلوني الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ومع السلامة